أهلا بكم في واحدة من حلقتنا الممتعة دائماً دائماً النهاردة المعظيف مهم جداً والموضوع مهم جداً بس خلينا أقول لكم أنه برضو في حدث مهم أول في فلسطين الحبيبة أول حالتي ولادة لطفلين من أبوين ولد بتقنية الحال المجاري يعني الله ده حاجة جميلة شوف العلم جميل إزاي الأبوين أساساً اتولدوا بالحال المجاري النهاردة الطفلهم موجود في الحياة خلي بالكم أنه ده معناها أنه احنا وصلنا بقى لمرحلة الاطمئنان التام إلى أنه الحال المجاري ليس له أي تأثيرات نقدروا عليها ريموت متأخرة التواجد ريموت يعني كلمة في الطب بتخوف الناس جداً الطبيين ريموت كومبليكيشن إيه يا ريموت كومبليكيشن إنه تقنية ما ندرسها على المدى القريب فما نجدش لها أي مضاعفات ولا لها أي مشاكل بس ننتظر على المدى البعيد إيه مشكلة المدى البعيد؟ إنه عامل الزمن هنا مهم قوي إنك بتنتظر إن الناس دول يكبروا ويبقوا أزواج ويخلفوا فنشوف الأولاد بتاعتهم كاملين ما فيهمش أي عيوب خلقية ما فيش أي مشكلة خالص على المستوى الجيني على المستوى الكرموزومي كل الأمور منطبطة يبقى إحنا كده ضمننا إنه ما فيش مضاعفات جاية على الريموت كومبليكيشن المضاعفات على المدى البعيد الناس اللي في الطب يعني أهل الطب عايزين كواس جدا إنه دراسة المشكلات أو المضاعفات المتطورة على المدى البعيد هي أصعب أنواع الدراسات عايزة زمن ودراسة وعايزة متابعة ونحن نحتفظ بالحالات دي كنكتد معنا ونتواصل معهم والمسألة قد تاخد 30 سنة و25 سنة من المتابعة فالقصة دي مهمة أوه اللي طبعا طالب الشراونة ده 67 سنة معركة طويلة استمرت 3 عقود في سبيل الإنجاب تمكن سنة 97 من إجراء عملية الحال المنجاري ورزق بـ 3 توائم وهم محمد طالب الشراونة وشخيقه يحيا وده عام 98 وطبعا جي بعد كده لتنين رزقوا بأولاد طبيعيين جدا قصة المهمة دي تخلينا أقول إن سبحان الله العلم بيدي حاجة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أعتقد إنه من منحه إنه بيكافئ طالب العلم بيكافئ اللي بيصدق العلم لإنه إحنا في عالم الأسباب وربنا دينا المثال لهذا الأسباب أنا عايز أقول لكم يعني ناس اللي لسه بتفكر بتقول لك هو الحق المجاري ده يعني مطابق لإرادة ربنا أكيد مطابق لإرادة ربنا لإن ربنا سبحانه وتعالى خلالة نعتقد إنه إحنا عايشين في حياة الأغز بالأسباب أكبر مثال لكده سيدنا إيشوب عليه السلام لما بتولي لما بدأ يخرج من الابتلاء لما بيفكر بقى بعد الصبر إنه يسأل ربنا ربنا سبحانه وتعالى أمره بإنه يضع أركض برجلك هذا مختصن فارد وشراب ما ربنا كان قادر إنه يقول للأمر كون فيكون بس هو بين الأيوب عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ولكل البشرية أنتم في عالم الأغز بالأسباب فخدوا بالأسباب ده أمر إلهي وده مهم جدا من ينكر هذا يوم بيخرج خارج النموس الإله عكس ما هو معتقد بالعكس ده ما بيمشيش وراء إرادة ربنا اللي بيقول لك يا ابني امشي بالأسباب يعني يا عبدي امشي بالأسباب ده كلام ربنا يا عبادو النهار ده بقى حوار ربما تلكم ممتع جدا من عقيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الحق المجالي وعالم الأخصاب المساعد وفي عالم النساء والتوليد وعلاج العقم أكيد عند الزوجين الاسم الكبير في يزا المجال أستاذ الدكتور عادل أبو الحسن الحمل خارج الرحم ده ممكن يودي بحياتي الأم لو لم يكتشف بدلي أو إذا كتشف مؤخرا هبقى فيه نازيف داخلي جامع جدا ولازم تلحق بقى وتجيب نقل دم ونقل بلازم وحاجات زي كبير الحقل المجهري هو حمل خارج الرحم حمل خارج الرحم يؤدي أنه حنعمل حقل مجهري دورت جدا الحقيقة السمن بتعمل علاقة وثيقة جدا مع المبايد في حالة تكايف المبايد قصة مسيرة جدا السمن يعني زيادة معدل كتلة الدهون في الجسد السمن طبعا لها مخاطر جامدة جدا بداية من البحث عن الإنجاب وتأثيرها على السد وتأثيرها على الزوج عمليات التكميم وعمليات البيباس لتحويل المسار يجب أن لا يحدث حمل قبل سنة إلى سنتين بعد الزوء المساعدين سيجي الجراحات ولازم طبعا بنشو على فيتامينز فور لايف الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم اسم حولي نرحب بضيف العزيز الدكتور عادل أبو الحسن الاسم الكبير وطبعا استشاري الحقن المجهري وأطفال النبيب وصحب الدكتور عمراض النساء والتوليد نورتنا وشرفتنا وخطوة عزيزة ولو أن خلاص أنت ما بين اسكندريا والقائرة يعني بقيت نصر أسبوع هنا ونصر أسبوع هناك ولا إيه أنا بشكر هاي جديا دكتور أيمان يعني مش نصر أسبوع ولا نصر أسبوع هو يومين في القائرة والباية تلزوا في اسكندريا للأصل يعني آه طبعا لكننا حشتونا جدا والله يبقى لنا الحياة مودة يعني ده شرف كبير لنا من هارضا عندنا الحوار مقسم إلى خسمين مهمين هبدأ الأول بالحق المجهري وأسباب فاشلس وما لا أذهب إلى الكيسز الحالات تطبقية فالحال المجهري في حاجة مهمة جدا دلوقتي بتواجهنا في أسباب فشل الحق المجهري صحيحنا فيه كلام متعلق بالمركز مركز الحق المجهري يعني نفسه في حاجة متعلقة بالدكتور لكن فيك الأمراض المناعية أو مشاكل الجهاز المناعي وأمراض الرحم بتحط نفسها في مقدمة المشاكل صح كده؟ ده صح مية في المية أولا عشان نقول فشل الحق المجهري هو الحق المجهري فيه فيه هرم لديه ثلاث أضلع رئيسي بوايدة وحيان منوي وبيطانطة رحم أي سبب يؤدي إلى خلل في هذه المنظومة في البوايدة أو الحيان منوي أو بطانطة رحم بيؤدي إلى فشل الحق المجهري أو يؤدي إلى الإجهاض المتكررة بعد الحق المجهري وعدم سباة الأجنة في تجويف الرحم بعد إجراء العملية فلاسباب كتير جدا فيه أسباب تتعلق بالحيان منوي سواء كان أسباب تتعلق بالعدد أو بالحركة أو بالتشوهات أو بالDNA المكون الرئيسي في الحيان منوي أو أسباب تتعلق بالبوايدة سواء كان عضب رضو قليل أو فيه عيب كروموزومية في البوايدات أو يكون فيه تشوهات في شكل البوايدات أو فيه أسباب تتعلق بطانطة رحم أو تجويف الرحم أو المكان اللي هتزارع فيه الأجنة زي ضعف بطانطة رحم أو تبقى بطانطة رحم طعيفة جدا أو سمكها مش السمك المطلوب أو شكلها مش شكل المطلوب أو الوظيفة الفيسيولوجية بتاع بطانطة رحم لاستقبال الأجنة مش موجودة دي أهم حاجة في الموضوع فيه أسباب تشريحية زي الحاجز الرحمي أو تشوهات الخلقية في التجويف الرحم أو الحاجز الرحمي أو اللحمية أو الأوام اللي فيها أو الالتساقات دي كلها كل واحدة بندور عايزة حلقات منفصل أسباب المناعية اللي هي ما تبقى خافية شوية عن بعض الناس أو بعض الأطباء يعني مهمة أول في اللي من دول بتاعنا عملت حق المجهري وما نجحش بوضع كويسة الأجنة كويسة جدا وعملت مرة ومرتين وتلاتة وما حصلش حمل لازم هنا نفكر على أطفال الأسباب المناعية أو الأسباب الكروميزومية وهنا يأتي دور الفحص الوراثي للأجنة أثناء أو بعد إجراء الحق المجهري هيقفلنا مع السبب بالزبط وهذه الأجنة دي كويسة ولا لأ أو فيها عيوب كروميزومية ولا لأ ونقدر ننقل الأجنة السليمة وراثيا وذلك بيعزز جدا فرص الحمل بعد إجراء الحق المجهري أو الأسباب المناعية زي الأجسام المضادة المرجودة في تجويف الرحم أو يعني نقص في بعض الهرمونات أو نقص في بعض المواد اللي بتفرز السيتوكينز المرجودة في تنت الرحم تؤدي إلى مرميز الأجنة جوة طريف الرحم أسباب المناعية بتمثل دور مهم جدا جدا بعد استبعاد كل الأسباب الأخرى التشريحية والفيسيولوجية اللي ممكن تؤثر على سببات الأجنة في الرحم حابق الأول بالرحم تمام إيه الأشياء اللي قد توجد في الرحم وتعيق تنفيذ الحق المجهري بشكل جيد وهل الفريق العمل المتابع للحق المجهري بيبقى عنده الدرجة من المتابعة عنده الدرجة من التشخيص إنه يقدر يكتشف يكتشف هذه الأشياء لأننا بستغرب هل إحنا في 2019 يدخلين على 2020 في حالات بتعمل حق المجهري وتفوت حاجات داخل الرحم اللي أعتقد إنه بيقى واضحة من المتابعين أو من فريق العمل ما يشخصه بعد إياه سنهارك فريق العمل مهم جدا ينفيش حق المجهري من فريق عمل فيه فريق عمل خاص بالأخذ من المريض عشان يقول لنا بالضبط التاريخ المرضي هو سنه قد إيه واختيار الحالات لها طوابط محددة بداية لعمل التحليل المطلوبة للأشعات لصنائيات الأبعاد وصنائيات الأبعاد وربعات الأبعاد والمنزار الرحمي كل ده بيقوم به أو بتحضير له جزء من فريق العمل اللي هو بيستقبل الحالة في الأول ثم بعد كده تحديد البرتوكول المناسب لكل سيدة أن كل سيدة تختلف عن الأخرى في البرتوكول المناسب لها البرتوكول التنشيط يعني فالستلس ناس صغيرة لها ببرتوكول مخصوص المتوسطي اللي عمر لهم ببرتوكول مخصوص البوريس بوندر أو الناس اللي هم فوق الثمانية والتراجين أو تراجين سنة لهم ببرتوكول مخصوص ده بيحددوا الاستشاعي اللي هو اللي هو على رأس فريق العمل يعني بعد كده بيجي بقى الجزء الأهم وهو المعمل المعمل ده موضوع مختلف خالص كل المعامل دلوقتي فيها تقنيات حديثة جدا أو معظم المعامل أو المراكز الكبيرة المعمل بيقوم بأهم دور وهو اندقاء البوردات الجيدة وحيوانات المناولية الجيدة بأجهزة حديثة جدا ودلوقتي بقى عندنا المعامل معظمها مجهزة بتقنية الكابسول أو الهواء النظيف يعني فبيدي نسبة نجاح عالية جدا في حالة الحان المجهة كمان الحضانات فيها تقدم جامج جدا في موضوع الحضانات اللي موجودة جوه معامل الحقن المجهي زي الحضانات اللي هي الحضانات الزكية وحضانات الطبيب الجاز اللي بتقعد اليوم الخامس كل دي بتضيف حاجات جديدة جدا وبتزود النسب نجاح الحقن المجهي بعد كده بيجي دور نقل الأجنة أو إرجاع الأجنة وده تحتاج إلى مهارة عالية جدا وتحتاج أن الطبيب الاستشاري اللي هو على رأس فريق العمل هو لازم يقوم بذير خطر فعلا لأهم الخطر في الموضوع ولها أوقات معينة ولها طريقة معينة ولها أساطر معينة ولها تايمينج معين يعني اليوم التاني أو التالي أو الخامس أو ممكن تنقل الماريتين دي حاجة جديدة جدا من نعملها دلوقتي بتعزز فرص النجاح أو بتزيد من فرص النجاح زي ما احنا شايفين هنا الفيديو ده ده فيديو رائع جدا عن زي بنعمل نقل الأجنة في عمل الحقن المجهي بيكون الانتهاء بيجيب على كده دور المسبتات أو الأدوية في طفرة جدا برضو في موضوع الاخترار الأدوية اللي هي اللي يتيني فيه السابورت التي بتزود جدا مفرص مجاح الحقن المجهي في حالات الفشل المتكرر للحقن المجهي عظيم بقى إذا نحنا وقفين قدام أنه برضو هل فيه تشخيص المشاكل أصبح ميسر ما عادش فيه من نهارده حضرتك لك أنا مخدتش بالي الأجهزة كلها متوفاة سناء الأبعاد وثلاثة الأبعاد ما عادش فيه كلمة مخدتش بالي دي ما عادش فيه لا خلاص مش مسموح مش مسموح طب هو قولك طب أنا ما حملتش لي برضو يعني أنا عملت حقن المجهي والدكتور قال لي كل شيء كويس ومرة واثنين وما حصلش حملة هنا يأتي دور فيه شرقين في الحتة دي هبقى نهحمل تاني عمود حال مجاهي تاني فيه هنا احنا بنحاول ندور على الأسباب ونحله الأسباب دي بنشخصها يأما بالمنزار الرحمي يأما بالمنزار البطني ورحمي مع بعض يأما بالصنار وبقى الأبعاد ما فيهش حاجة بقى فيه جي الدور الإلهي بقى ما هو في الآخر فيه دور الإلهي إرادة ربنا صحوه وتعالى ممكن يعني يعني تيجي الإرادة دي فيه وقت معين في سنة معينة بعد محاولات معينة ممكن تيجي لوحدها لوحدة تحمل بعد كل محاولات دي في وجه نحامل طبيعي جدا وبنشوفها كتير جدا فلازم نبدي فرصة للإرادة الإلهية ونقامل بيها نصبر إذا الدكتور كان ثقة إذا المعمل كان بيشتغل فيه ثقة والمركز ثقة والعيان متطمن إلى إجراءات تعملت له كلها مصبوطة وبتعمل له على كل خطوة بتعمل توجيه وشرح مفصل إحنا بنعمل إيه وفيه كذا وحنصلح كذا وفيه التهاد في بتانتراحم حنعمل منظار وحناخد له علاج أو فيه لحمية أو شلناها لا ده فيه انتفاخ في قناة فالوب قبل حقا لازم نفصلها من الرحم عشان ما تأسرش على الجنة بعد نقل الأجنة أو لو فيه بتانتراحم المهاجئة كل ده الطبيب لازم يكون حطه في اعتباره ووعي ليه جدا ويحضر نفسه كويس ويحضر العيانك كويس وما يستعجلش لا هو ولا المريض لك أنا عايز أعمل حق المجاهة الشهردة مش حاجة اسمها الشهردة في حاجة اسمها تحضير واختيار المريض وعلاج الأسباب اللي ممكن تفشي الحق المجاهة أولا ثم بعد كده بقى نتكلم في البرتوكول ونتكلم في الأدوية المستخدمة ونتكلم في التنشيط يكون إزاي وكل حالة لها بقى تكون مخصوص الورم اللي في البوكي مان البوع بوع بتاع الست والبنت تمام وحتى بس في الحال المجاري هو بوع بوع فاشل الحال المجاري بالزبط الورم اللي في جاه عليه كلام كتير جدا جدا بس احنا النهاردة بنتكلم يعني النهاردة يعني أنصح السيادات اللي ممكن يكون بيسمعها ده الوقت يكتبوا بالورقة والقلم احنا نقول ايه في هذا الموضوع يعني الورم اللي في بيتشخص سهل جدا حتى بالسنارة سنارة العبعد ونقدر نعرف مكانه بالزبط وحجمه وممكن يأثر الحق المجاري وده لأ فالورم اللي في بطريقة بسيطة جدا لو هو صغير جدا حتى سنتي نص سنتي وجوه تجويفه راحا ده لازم يتشاهل خلق يعني ما فيهاش ممكن ده صغير ده لازم يتشاهل هنا في الصورة هنا جوه تجويفه راح الامبعاج في تجويفه راحا ما نجوه يعني هعمل حق المجهري هراجع عجلنا ازاي واضح جدا في الصور هنا الورم اللي في مؤثر عالتجويف اكت من الحالات بنبدأ حق الماجهري ونفاجأ او يكون بدق بره وجاة تطمن انه فيه ورم اللي فيه في الجدار نفسه ومؤثر عالتجويف ونأجل الارجاع ونجمد كل الاجنة وعكيا نعمل عملاء بالمنظر نشير الورم اللي فيه جدا يعني. فالورمه الليفي اذا كان جاء تجريف الرحم ما كان حجمه يزب تشايل فجاء العدم نفسها عند الإنتراستيشل م demigma لو whats it is لو اكثر من 6 سنطي لازم تتشال. لو اقل من 5 سنطي ومش ضغطه ع تجريف الراحم مش لازم. لكن لو اقل من 5 سنطي وضغطه على تجريف الراحم. سرقه كان مفنس من الحق او من الجن. دي اللازم تتشبى من Здесь الورمو الكسي انتي كان حجمها ومش وسط تجريفها هنا. سيبها والن طرح من مجيش جنبها خالص. فده قصة باختصار وده جايد لينز وكلها تاعة الورم الليفي. لان الورم الليفي ده حتى اقولك ايه مش مأثر على تغريف الرحم. وحجمه صغير. بس يستنا بتحملش برضو. في بقى ريموت افكت اللي حالك وتتكلم عيني في الاولة ريموت كومبليكيشن. فيه ريموت افكت للورم الليفي. يعني تأثير متأخر. تأثير متأخر. ان هو احيانا يبقى صغير وفي عدرة الرحم ومش مأثر على التغريف. لكن بطلع ويفزي بأثر على حتى اسمها تر مبين تجويف بطلع الرحم والعضلة نفسها. يعمل فيها انقباضات معينة. فتطرد الاجنة. فلو واحدة عمت حق المجهاي مرتين تلاتة او مناحك احدش. وفي ريموت حتى لو سغية. هنا في الحالة دي. يفضل ازالته بالمنظر. ده كل ما يتعلق وما يمليفي باختصار شديد. طيب. الجهاز الخاص بالمناحة. ده كلمة تقلق وخصوصا في الناس اللي بدأوا يتبحروا في المجال الطبي. اول ما تقولهم فيه مشكلة منعية عنده. بيخافوا. ليس سببين. الناس عندها اعتقاد انه لاي خلل في المناحة ملوش علاجة. وارتباط المشاكل المناعية بالكورتزون بيقلق برضو نتيجة ان ثقافة المصريين. ان ست اللي هتاخد كورتزون. هيحصلها تغيرات كتيرة مورفولوجية. هي ما تحبهاش. ده تدخن وازنه يزيد. شعراه يزيد في وشا. ده ده في الاحالات اللي فيها خلل مناعي. بزي. عايزين نوف قدام المناحة. اولا موضوع المناحة ده موضوع مش موقلي خالص. وما يخولش الناس خالص. ليه بقى. هو في الاخر. هنعمل تحاليل كتير جدا. وتحاليل مكلفة جدا. للمناعة. هو كسام مضادة. وتي اتش وان وتي اتش تو. وانتي فوسفوليبت سينبرومس. يعني تحاليل هتخشها ات مبلغك ضخمة جدا. بس في الاخر. ها. هو بتشخص. ايه حاجتين. باي اكسي كلوجين. ان ما فيش حاجة. تانية. تمنع. مجاحة الحالي المجهاري. وبالتحاليل الغالي اول احنا عملناها دي. طب بالتحالي طلعت ان هي في. هنعمل ايه. برضو هنالجأ للكرتزون. بس هنا. الكرتزون بيتاخد. بطريقة فنية جدا. وبطريقة تدريجية. ولازم يتسحب بتدريج. وفيه ادوية اخرى. زي الانترا فينس. اللي هو حقن. الاميونو جلوبين في الوريد. بطريقة معينة. او حاجة اسمها انتراليبد في الوريد برضو. زي المحلول اللبن ده. بيتحقن انترا في الوريد. بعد ارجاع الاجنة. كلها حاجات بقى لها علاج. في حاجات احدث من كده. هي ميرا. وحاجات جمدة جدا. بس. يعني كل الاسباب المناعية بقى لها علاج. بس في الغالب. في الغالب. ببقى فيها عوامل اخرى معها. يعني 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 في الاسباب المناعية. هنروح بقى للسؤال اللي بيفرض نفسه بقوة انه يظن البعض ان الحقن المجهاري عملية آلية فيها تكنولوجيا فالمهارة الطبية فيها بقت محدودة. انه اي حد بدون خبرة يقدر يعمل حقن مجهاري. لانه زي ما بيقوله هو ما كان مشغل نفسه بنفسه. هو الحقن المجهاري بيعتمد اساسا على الخبرة. مش اي حد النهار ده هيطلع ولي كان بعمل حقن مجهاري. لان فيه تفاصيل كتير جدا. وفيه تكنولوجيا عالية جدا. ومن اول خطوات. وفيه ووركشوبز كتير جدا بتعمل فيه اكتر برانش بتعمل فيه ووركشوبز وتدريبات ومؤتمرات. هو الحقن المجهاري. ليه? لانه برانش معقد. فيه تفاصيل كتير جدا. وفيه فيسيولوجيا على اعلى مستوى. فلازم الواحد يكون دارس كويس جدا. اناتومي. الصفة التشريحية للجهازة المعسولة للسيت والراجل. ولازم يكون دارس فيسيولوجيا كويس جدا. وتطبيق الكلام ده على شغله في الحقن المجهاري. لازم يكون واخد دراسات كتير. لازم يكون قمضى وقت كتير جدا في هذه المهنة. كمان كمان المعمل لازم يكون على مستوى عالي جدا جدا. ولازم فيه فريق عامل زباحاك قلت. المعمل مع دكتور الزكورة. استشاري الزكورة مع استشاري الحقن المجهاري. هم دول اللي بشكلوا الكورة او النوال لأي مركز ناجح او اي طبيب ناجح. فبالعكس الحقن المجهاري او تقنية التأخي او علاقة الانجاب. بيحتاج تركيز عالي جدا. وبيحتاج خبرة عالية جدا جدا. والتكنولوجيا فيه جامدة جدا. لا تنتهي. هل سن زوجين بالفعل يلعب دور مهم للفراجات؟ طبعا. هم حاجة سن زوجين. يعني كل ما كان سنها زرايا. كل ما نسبة النجاح اتفعت. كل ما كان السن زرايا. كل ما بقى عندها فرصة. عندها عدد اجنة كتير. عدد بوادات كتير. ممكن ترجع وعندها اكستر امبرز او اجنة زيادة تجمدها. تعمل بها مرة او اتنين او اتلاتة. لكن لو سن متأخر. بالعكس هيبقى بوادات قليلة جدا. الكوالي تبقى عددها قليلة. مش هتطلع باجنة كتير. كمان استقبال الرحم لهذه الاجنة بيبقى ضعيف. وبالتالي. النسبة النجاح بتقل مش عشان كمان عدد بوادات قليلة او اجنة قليلة. عشان استقبال بطنطة الاجنة بيبقى ضعيف في السن العالي. فسن المريض مهمة جدا جدا. وسن المريض مهمة كمان في تجميد البوادات. يعني اللي من دول فيه اه موضوع كبير او في تجميد البوادات. السيتات يحتفظوا بالبوادات بتاعاتها مع عشان لو فكروا يأجلوا سن الزواج يبقوا استخداموا البوادات دي. دي حاجة مهمة جدا. انها بتحتفظ بالكواليتي بتاعة البوادات وهي سنها صغيرة. حتى مليك ترجعها وهي جبيرة في السن شوية. اسمها اللي احتفظ بالخصوبة. اول عايزة بالله الناس اللي عندهم بيقدر لك كنسة او حيدة. بيقدر هم يستخدموها بعد ما يتعالجوا من هزي المواضيع. فالسن عامل فيصالي في مراجعة الحقل المجهالي. مهمة جدا. ناس كتير مش فهمة قيمة الحيوان المنوي في الحقل المجهالي انه يكون جيد. الناس عندها يقول لك طماشي انا عارف ان فيه بوايدة جيدة. لكن حيوان منوي جيد ما هو. العلاقة الجنسية بتتم كويس وفيه الحيوان مينوية. ولا حظة العدد ولا حظة الشكلل بان كويس. ما هو الحقن المجهالي احسانا تتعامل علشان. عشان مشكلة الرجل. عشان مشكلة الرجل. فشكرة دي مش عدد بس ولا حركة بس ولا تشوارات بس. في كمان الكروموزوم تحيان المانوي. الديل نيه تحيان المانوي. ف ف مهم جدا 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 ان الدكتوري يكون ملم. بمواصفاتها الحيوان المانوي. بالصفة بتشريحية بتاعته بالحركة بتاعته ازاي يعني بكل تفاصيل ولان الحاجة مهمة ده جزء اعساس هو هرم تارت الله تلاتين في المية حيوان منوي تلاتين في المية بوعد تلاتين في المية تلاتين في المية تلاتين ترحم. ده حاجة مهمة جدا. السؤال المهم بقى الحالة النفسية الحالة المزاجية الضغوط العصبية يمكن الناس بدأت تفهم تأثير الحالة النفسية على العلاقة الزوجية على seksual power. يعني اكيد اللي عدك تقابل عندك تقاب. مبتقديش. العلاقة بشكل جيد. لكن هل تؤثر الحالة النفسية على العملية تبدو مع عملية زي الحالة المجارية؟ مية في المية صح. يعني الحالة النفسية زينا بتقصر مزاجيا على العلاقة الزوجية بتقصر في نتيجة حالة المجارية ولما هيجي لحل في العينة يقول ليا انا مزاجي مش حالو او نفسيتي مش مصبوطة اولها حاجل عملية. اتجي العملية ولازم عندك ثقة في نفسك ان ربنا هيكلمك وهتحمل ان شاء الله دي حاجة مهمة جدا لان برضو الحالة المزاجية او الحالة النفسية بينتج عنها هرمونات معينة او ريسيبتورز ما بتتأثر بيها بتنعكس على الهرمونات بتنعكس على استقبال هذه الهرمونات بتاعتها اللي بجودها في الراحم في الحاجة مهمة جدا الحالة المزاجية او الحالة النفسية بتؤثر تأثير مباشر على نجاح عملية الحقن المجهية وعشان كده بقى فيه الوقت عاملنا حاجة اسمها IVF Support اللي هو السابورت الطبي او الفني او السابورت النفسي والمعناوي والسابورت المادي لعيانين الحقن المجهية ده تارت اضلع ده حاجة مهمة جدا جدا السؤال المهم بقى ايه الحالة اللي ينبغي ان احنا يقول لها ماينفعكيش حقن مجهاري لانه اللي يقول لها ينفعك حقن مجهاري ويجور ايه الحقن يعتبر جريمي اعتبر تضليل بعد سن معين ماينفعش نعمل حقن مجهاري يعني بعد خمسة واربعين سنة مسلا ماينفعش نعمل حقن مجهاري او لو حد مصير يبقى لازم عايف انه نسبة النجاح لان تتعدى مسلا نص سلا واحد في المية او واحد قطة في المية على حسب تحليل ايه ميتش عندهم واحدة مسلا عملت ااااااة تحاليل وت liberalة بالجلهاش ها انا اعزر من حقن مجهاري يتفاجأ انه الرحم بتاعه يطيف سلا هتيم من حقن لمجهاري ازاي ده أنا عايزة من حقن مجهاري واحدة معندهاش مباعد فيه كده فيه فيهиков معينة Utz اليوم يريك manual preserve ما ما فيش مبايض اصلا. يعني فيه رحم وفيه قنوات فلوب بس ما فيش مبايض. ما تبني حاجة جيوه وضات منين؟ بدي منفعش يام حق المجهدي. واحد ما عندوش حيارات مناوية في التحليل. وكمان عمل في الخصية. وعمل منزار. وفتح. وكل حاجة وما فيش. طب اقول لك يعني اخد لي. فيها بنسمع حاجات غريبة شوية. اخد لي منضهر. اخد لي. ما ينفعش يام حق المجهدي خلص. اه والله بنسمع كان لكله في العيادات. يتقاب والله يا دكتير ايمن. انا اخد اه 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 في ناس بيقولوا كده والله. ما ينفعش مفيش. فههم حق المجهدي ازاي. بس هي فيه 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 في ناس فيه في ناس. نو ايميتش فيك تحلولك ايه. الاميتش زيو. هيتمحق المجهدي مفيش مخزون مبيض. مفيش مخزون مبيض خالص. في اسباب تانية غير احنا قلناها. طبعا في اسباب كتير اه واحدة عملت مثلا سبعتاشر انا شفت سبعتاشر حق المجهدي. وعايز تسمي حاجة جديدة ما هي عاملت كل حاجة في الدنيا. ترتاح بقى لانه يعني لو فيه من الادوية اللي بتاخدها ممكن تتأثرها هي نفسيا بقى بعد كده. يعني يعني لو فيه حاجة جديدة هنعملها. هنعملها. لو بيهش حاجة جديدة هيبقى نفس الارتكم. فيه فيه وقت لازم تنصح للمريض ان هو يرتاح بقى. يعني احيانا بنقول واحد يردى بقضاء ربنا وهو ربنا. فيه ناس عاملت سبعتاشر واحد وعشرين مرة عاملت حق المجهدي. وربنا ما قردش. وعلى فكرة مفيش سبب. هو اللحي. واحنا بنتكلم عن الحق المجهدي. القصص دايما او الكيسز هي اللي بتفرد نفسها. بتفرد نفسها القصة. القصة لها قيمة. ودايما لغة الناس تختلف عن لغة الاطباء. ليهم منطوق في المشاكل. صحيحة ان احنا بنحاول احنا نطرح هذه المشكلات بطريقة معينة. لكن خليني النهاردة نطرح مشكلات عديدة. بس في صورة كيسز. في صورة يعني روايات. سامان. الكيس الاول منه. بتقول لك انا سيدة عمري اربعة وعشرين سنة. مهم ما قوي بقى السن. وملاحظ ان بص انا رجعت كل الكيسة وكلهم. اي لين سنهم. يعني احنا عندنا اربعة وعشرين وسبعة وعشرين. وتلاتين. واحدة مش جايبة كيسز. وتمانية وتلاتين وسبعة وعشرين. دي كل الكيس. كل دول جود رس بوندر. طب كويس. احنا من ناحية السن معدها واحدة. اهي. تمانية وتلاتين. اهي. يا سوزن. ما جبتيش السنة. اربعة وعشرين بتقول هي متزوجها من سنة ونص. اه. لم ارزق باطفال. كانت بتعاني من قلة الدورة الشهرية. قولي جمنورية. وعدم انتظامنا. وكسرت شعر. اه. وكسرت صور الشعر. وانتفاق شديد في البطن. والام في السادي. فما الحل. وما هي طرق العلاق. خلي بالكوا الكيس دي. مهمة في التشخيص. على مستوى البطنة والنسب. لان هي ممكن تيجي لدكتور البطنة بنفس الاعراض. انتفاق. الام في السادي. شعر زيادة. قولا واحدا. دكتور النساء بي سي او. تكييس مبايد. اه. هيرزو تزن بالنسبة للبطنة. بي سي او برضو. اه. واخر بالحضرتك. فهي دي قولا واحدا بي سي او. تكييس مبايد. على طول. تكييس مبايد دي. لها مهمة جدا. دي فيها نفس الاعراض بالزبط كده. اه. لازم تبقى اواخد بالك كويس اوي. ان هي هتعمل تحاليث. اتاني يوم تدوع. عشان تؤكد تشخييص تكييس مبايد. والتحاليلي دي تخريطة هرمونية معروفة. اي ما ا 1000 الهواتف كلها. وال당히 كلهم. لازم يتعامله تاني يوم تدوع. بعد كده تكييس التشخيص ده مظبوط وهو تكريس مبايد بنبدأ نتعامل معاه بالجايدلاينز اللي هو إيه الجايدلاينز؟ إنه لازم تاخد ميتفورمن 16 أسبوع زي بلوكوفاج وصول الكلام ده ولازم تقلل وزنها 10% لازم تلعب إيرادة كل يوم نص ساعة 30 ديار كل يوم أو 250 ديار كل أسبوع ولازم تاخد أدوية تنظم لها الدور الشهرية في أدوية كتير غير هرمونية وفي أدوية هرمونية كل حالة على حسب حالتها فده حياة تكريس مبايد تختلف بقى العلاج لو كانت أنيسة أو لو كانت متزوجة لو كانت أنيسة لاها علاج ولو كانت متزوجة زي الحالة اللي معنا بتاخد أول تنشيط بأقراص لمدة 3 شهور ما كانش بتاخد أقراص مع حؤن لـ 3 شهور تانيين ما كانش بتزود الحؤن بحؤن بس 3 شهور دي يعني 9 شهور تنشيط ده البيوتوكول بتاعها ما حملتش بترجع بعد كده الترقاح الصناعي ما حملتش بترقاح الصناعي بتعمل حق المجهر ده باختصار شديد موضوع التكاس بتاع الحالة دي برضو التكاسب ببايد حجم انتشاره قد دي الحقيقة بقى منتشر جداً نظراً للعادات السريعة في الأكر بقى منتشر زاد يعني هو أساساً كان منتشر كان منتشر بس زاد أو في البنات اللي هم التين ايجرز للاستخدامات العادات الخاطئة في الوجبات السريعة مش عايز يسمي أسامي يعني لكن كل كل الوجبات اللي هي الفاست فودز يعني كلها مليانة هورمنات كلها مليانة استروجينز فدي بتزود جداً انتعرف حراكة الكاسب موضع هايبر استروجينيميا يعني هايبر اندروجينيميا فكل الوجبات السريعة فيها اندروجينوم فيها استروجين بيزود جداً كمان الفراخ يعني الموضوع ده مصير عليه جداً الاكثار من الفراخ البيضاء والهوت دوكز والواجبات السريعة الحاجات اللي فيها هورمونات والشيبسيات والكلام كله اللي هم عايشين عليها كل البنات اللي بيشتغلوا حتى في الشغل طوله النهار اللي بيشتغلوا وبياكلوا حاجات مني دي كاسة كبرى الحالة التانية بتقول انها حامل عمرها سبع عاشين سنة وأجهضت من اربع شهور بسبب الحامل خارج الرحم هي دوكي حامل بس هي من اربع شهور أجهضت بسبب اكتبك بريجنسي ازاي يعرف ازا كان حاملي خارج الرحم او داخله من الوحد ده سؤال مهم جداً حضرتك ازاي يعرف ازا كان حامل او هيبقى خارج الرحم ده من اول زيارة عرف اتنا حامل بتعمل تحليل تحليل الحامل رقم وتعيده بعد 48 ساعة ازا الهرمون او لو معدل الزيادة بعد 48 ساعة 66% فيه ما فوق بتطمن ان شاء الله ما يكونش خارج الرحم اقل من 66% او ستشنة او سبت زي ما هو او بي ال يبقى هنا فيه مشكلة طب نفصلها اكتر يعني انا انا عملت ملاقيتش الجستشنة ساكة او كيس الحامل الجوه رحم والهرمون ما زادش بالطريقة انا عايزها بس بشرط ان انا ما شوفش كيس الحامل الجوه رحم افكر اعطوه في الحامل الخارج الرحم الحامل الخارج الرحم بيبقى غالباً 90% في قناة فالوب نتيجة الالتهابات او او صفة تشريحية مش مزبوطة هنا في الفيديو بيبين يعني جدا ازاي بيحصل الحامل الجوهر بيجرع عشان يلقح البوايدة في قناة فالوب والمفروض بعد كده ان هو بعد ما يلقح البوايدة يرجع بيها تاني مسافة لمدة خمس ايام عشان يخش ينغمس فيه تجويف الرحم قناة فالوب هي المكان الرئيسي للحامل الخارج الرحم وبالتالي بيقدر اعرف بالسنار سناء الابعاد او سلاسة الابعاد او بالدوبلا الحامل الخارج الرحم فين بالزبط واقدر اتعامل معها بسرعة جدا احيانا من غير ما اصهر على قناة فالوب واحيانا بستاصل قناة فالوب على حسب هي اتهتكت فيه نزيف داخلي العيانة ستيبل يعني العيانة هيمو ديناميكا ستيبل ولا لقى يعني تحليبتها كويسة مجلوبينها كويسة ما نزيفتش كتير واقدر اتعامل مع قناة فالوب واخش بالمنظر واشير الحامل الخارج الرحم وحافظ على قناة فالوب دا عيانا مش مظبوطة او دخلة في شوك او دخلة في صدمة او غيبوبة لازم نخش بسرعة واقف القناة فالوب واقف الشيوان اللي بيغزيها وممكن نستعاصلها واعتمد على قناة تانية يا جماعة يا حامل اللي خارج الرحم دا يعني انت عندك بويضة وحيوان المنوي عريس وعروسه المفروض هيعمله فرح في قاعة فرح لازم يعودوا في كوشة اللي هي الرحم يدخلوا يعودوا في قاعة الفرح جوه لو انت جيت لقيت عريس وعروسة بخوهم خفيف شوية قاعدين في الجرايش العربيات قاعدين برا عاملين حفلة بتاعتهم قاعدين في المدخل بتاع الفندو قاعدين طيب يا جماعة تقول قاعدوا في القاعة عابدا قاعدين هم والناس طب ما انت كده ما انت باز الفرح باز الفرحة اه بزبط انت شبيه دقيق جدا كمان الحامل الخارج يا رحم ممكن يحصل في الميبيا باش ما يعودوا بقى في الممارة يعودوا في الممارة اه عودوا في اي حتة هم مش عايزين يروحوا عودوا في القاعة في مشكلة مع الام بس هو لازم يكون الدكتور ميندت بالحمل الخارج يا رحم عشان يشخصه لازم يكون هو بيكشف على حالة اول مرة وعايف ان هيبص على ايه بالزبط ويستبعد ايه بالزبط دي حاجة مهم جدا حالة اللي جاية بقى حالة موقعة دا شوية بتقولك ان عمري 30 سنة متزوجة من 5 سنوات حملت مرتين قبل كده وعلى شهر ونص يوقف المرت ويحصل ايه حد هو سبب ايه وزاية جنب دا طبعا مش زاية جنب دا دا رعب دي سرومبوفيليا 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 اللي هي بنسمها في اللغة الطبية العوامل اللي بزيد تجلط الدم في الاوعي الدموية انتيفوسفوليبس 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 عالك كواس جدا بس العلاج مش ان انا قدي حقن سيولة وخلاص او اسبرين وخلاص لا هو لازم حقن السيولة هتتتاخد بنوع معين بتركيز معين بمدة معينة فو طول الحملة يبقى تأخر الانجاب ويبقى هذه المشاكل زي ما نقولنا مشاكل حيوية مهمة جدا تحتاج الى الكثير من التطقيق ضيف العزيز لسوس الدكتور عدد عبد الحسن مستشاري الحق المجاري واطفال نبيب وصاحب دكتور امراض النساء والتوليد والعقم عند الزوجين وزميل جامعة كيل المناظير والجرحات الميكروسكوبية بألمانية وعضو الجامعية الامريكية للخصوبة والعقم كان في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور